احنا ملاحظين كده يمكن لأيام اللي فاتفة انه في حالة من الانتعاشة في الفن المصري سواء بقى في الدراما او في السينما لسه خارجين من موسم درامي مميز جدا فيه اعمال مميزة وكتيرة والناس رجع تاني تتابع طول شهر رمضان الفضيل طبعا الاعمال الدرامية اللي كانت موجودة وشفنا تنوع فيه الاعمال الدرامية شفنا ناس كمان مأجلة بعض الاعمال الدرامية عشان تتفرج عليها مرة تانية يعني فيه ناس مأجلة اعمال تتفرج عليها بعد رمضان وفيه ناس هتعيد مرة تانية الفرج على اعمال الدرامية اتعرضت في رمضان عشان تتفرج بتماعهم دخلنا طبعا بعد الموسم الدراما الرمضانية دخلنا على طول في السينما في العيد ورجعت مرة تانية افلام النجوم الكبار حلمي والساقة ومنزاكي قدرت الافلام دي انها تحقق ارادات كبيرة في الخمس ايام اللي فياته الجمهات صحيح يا شاس دي هيمكن السينما والدراما دي جزء من قوتنا نعم من قوة مصر النعمة والحقيقة انه يعني قوة مصر النعمة طول عمرها مصدر الهام في المنطقة العربية والافريقية وسعيدة جدا انها بدأت ترجع مرة تانية بشكل قوي ده لو هنتكلم تحديدا على القطاع الانتاج الدرامي والسينمائي ده طبعا احنا شايفين ثراء في الانتاج وتنوع في الفترة الاخيرة يعني خليني مثلا نتكلم عن مسلسل اختيار وسلسل الاختيار ما كانش بيتشاف بس في مصر بالعكس المعظم المنطقة العربية كانت بتتابع حلقاته بشكل كبير جدا صناع العمل ده كمان قدروا انهم يرجعوا مرة تانية ويرجعوا مرة تانية ريادة والجماهيرية للدراما المصرية يا شازل وبمناسبة بقى ريادة المصرية في الدراما والسينما فيلم واحد تاني مثلا بطولة احمد حلمي قدر انه يتصدر الايرادات مش بس في مصر برضو كمان في معظم الدول العربية زي الامارات والسعودية والبحرين وكمان في الكويت واللي دخلوا فيلم ده بيقولوا انه الفيلم بيفكرك مرة تانية بالاعمال المهمة اللي قدمها احمد حلمي زي اكس لارج وكده رضا والف مبروك واسف على الازعاج كلها افلام كلها تعلقنا بيها يا جون صحيح طبعا الحقيقة انه كمان احنا بتشوف بقى الساقة مرة تانية رجع للسينما بفيلم مهم وهو فيلم يعني كبوت واللي بتشاركه فيه البطولة فاننا مونا زاكي الحقيقة فيه كده بيبقى فيه ثنائيات عندنا في السينما احنا مكون مرتبطين بيها مونا زاكي واحمد الساقة من السنائيات دي قدموني قبل كده اعمال نكحة كتير جدا زي افريكانو مافيا عن العشق والهوى طايمورو شفيقا مفيش حد ان تهلي متفرجش على طايمورو شفيقا مفيش حد متفرجش على مافيا مفيش حد مش فاكر افريكانو افلام كتير جدا اما بالنسبة لفيلم العنكبوت ففيلم العنكبوت بيجي في مركز التاني الاراضات بعد فيلم حلمي طبعا احنا بنتمنى ان موسم العيد يحقق نجاح اكبر واكبر وانه السينما المصرية والدراما والفن المصري بشكل عام يفضل هو مصدر الالهام لكل المنطقة اللي حوالين احنا الحقيقة عندنا دايما ثراء فني دايما بيكون عندنا فنانين بتاعنا موجودين ومشهورين ومعروفين جدا 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 بابين لقلب كل الوطن العربي ليهم المصريين بيعرفوا يدخلوا كل بيت في المنطقة العربية يا شازل صحيح كلامك مظبوط وبنشوف الكلام ده من خلال زياراتهم كمان للدول العربية نشوف حفاوت الاستقبال من قبل الجمهور في الدول العربية وبنشوف الاقبال على افلامه واعتقد اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية خير دليل ده انه الافلام متصدر الارادات في معظم الدول العربية مش في مصر بس هل اي حال طبعا احنا يعني يا رب دايما كده من نجاح لنجاح مش بس في قطاع السينما والدراما والفن يا رب في كل القطاعات وصباح الخير وعلى حضراتكم من جديد صباح الخير يا مصر